الوافت الدبلوماسي التركي سيزول القاهرة قريبا ليناقش الألاقات التركية المصرية وهناك مجال حقيقة مجال كبير للنقاش والتفاهم بين البلدين لأن الدولتين مهمتين المسلمتين في المنطقة تركيا ومصر يعني تؤثر وتتأثر من التحولات والتغيرات في المنطقة كما تعلمون هناك تحولات كثيرة في المنطقة وفي كل العالم من الكورونا إلى صعود الشرق وتراجع الغرب وهناك منوشات في قفكسيا في شرق الأوسط في أزمات في المنطقة العربية أيضا من سوريا إلى ليبيا إلى اليمن هناك مجالات للتعاون أكثر وأن تركيا ومصر لها علاقات طيبة علاقات عميقة وتاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والتركي وأيضا في مصالح مشتركة لتطوير العلاقات وأيضا لحل مشاكل الإقليمية ليست من الضرورة أن كل دولة تتفق سياسيا يعني هناك أي دولة عنده خلافات سياسية أيضا بإمكانهم أن يمرروا العلاقات الطبيعية وأيضا علاقات الإيجابية وأيضا بإمكان تركيا ومصر أن تتجاوزوا هذه الخلافات السياسية أو يعني الخلافات السياسية لا تمنع العلاقات الطبيعية وهذه البلدين الشقيقين بإمكانهم أن يقترحوا الحلود لمشاكل المنطقة من شرق المتوسط إلى ليبيا وبإمكانهم أن يتعاونوا في سوريا لأن الاستقرار المنطقة أموما الاستقرار المنطقة مثل استقرار الشرق المتوسط استقرار ليبيا وسوريا واليمن يفيد للطرفين لأن دولتين التركية ومصر يعني هم يعتمدوا على طاقة نفسية ليست طاقة طبيعية ويعني إذن بالتجارة والسياحة بأشياء أخرى كل هذا يلزم الاستقرار إذن في مصلحة مشتركة بين تركيا ومصر لتعاون إكسر وأيضا ممكن أن يبحث عن الحلول للأزمات المنطقة التي تضعف الطرفين يعني أزمة مثلا أزمة ليبيا لم تفيد مصر أو تركيا أزمة سوريا لم تفيد مصر أو سوريا أو تركيا أزمة سوريا لم تفيد تركيا أو مصر وإلى آخر يعني في مشاكل والأزمات كثيرة ويعني تركيا دائما تفضل البحث عن الحلول الإقليمية للمشاكل الإقليمية الحلول تأتي من الخارج لم تفيد حتى الآن أهل المنطقة وإذن نحتاج إلى الحلول وأيضا التعاون الإقليمي لحل المشاكل الإقليمية أيضا لتطبيع العلاقات الإقليمية والتفاهم وتعاون إذن في أمل لتطبيع العلاقات وأيضا لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بعد زيارة هذا الوفد المصري بعد زيارة الوفد التركي إلى مصر وممكن نتمنى أيضا تستمر بزيارات أخرى وأيضا تفاهم بين مستوى الدولتين والحكومتين التي تسعى لحل مشاكل الإقليمية شكرا جزيلا